من جديد يعود محمود المشهدان لرئاسة البرلمان في العراق بعد نحو عقد ونصف من استقالته التي أجبر عليها ليكون خلفا للرئيس السابق محمد الحلبوسي الذي أقيل بقرار من المحكمة الاتحادية وعلى الرغم من أن منصب رئاسة البرلمان الذي جرى عرف المحاصصة السياسية في العراق على أن يكون من حصة الأحزاب التي تقول إنها تمثل العرب السنة إلا أن المشهدان يعد شخصية الأكثر قربا لتحالف الإطار التنسيقي ولا سيما نور المالك زعيم حزب الدعوة حيث عاد المشهدان إلى المنصب مجددا بدعم من القوى السياسية الحليفة لإيران بعد أن حصل على 168 صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسه سالم العيساوي من أصل 269 نائبا شاركوا بجلسة الانتخاب وبواقع جولتين وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قرارا بإنهاء عضوية رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي في منتصف تشرين الثاني من العام 2023 بتهمة تزوير أوراق الرسمية ومنذ تنحية الحلبوسي فشلت القوى السياسية بالخروج من الأزمة وانتخاب رئيس جديد للبرلمان محمود المشهداني ذو 76 عاما من مواليد بغداد حاصل على البكالوريوسي في كلية الطب عام 72 دخل الحياة السياسية بعد عام 2003 حين اختير عضوا للجنة صياغة دستور ما بعد الاحتلال وفي عام 2006 فاز المشهدان بمقعد برلماني ليصبح رئيسا للبرلمان في نفس العام واستمر في منصبه حتى الثالث والعشرين من كانون الأول عام 2008 إذ اضطر إلى الاستقالة من منصبه على خلفية تهديدات بإقالته نتيجة لمشادات كلامية ضمن الصراع السياسي وجاءت استقالته بعد جمع الكتلتين الكردية والشيعية تواقع 150 نائبا لإعفائه من المنصب وكان البرلمان قد فشل خمس مرات انتباعا في حسم هذا الملف خلال الأشهر الماضية في ظل انقسام بين الأطراف السياسية وعدم توافقها على دعم المرشحين للمنصب فيما سيبقى المشهدان على الأرجح لمدة عام في رئاسة البرلمان قبل أن تخوض للقوى السياسية صراعا آخر على المناصب بعد الانتخابات التي ستجرى في العام القادم